لسه مكملين في سلسلة فقه الأسرة وبنتكلم عن موضوع هو سبب معظم المشاكل اللي في البيوت اختيار شريك الحياة سواء الزوج أو الزوجة لو سألتم مثلاً واحدة اخترتي بوزك ازاي؟ هتلاقي الإجابة أكتر يعني إجابة بتتقال مثلاً يعني والله يا أصلاً أنا حبيته ماشي الحب حلو مهم وكل حاجة بس فين الأخلاق فين الدين فين الأمانة كل دي من معايير الاختيار اللي هنكملها وهنتكلم عليها في حلقتنا النهار ده معضفنا الشيخ أحمد الملكي من علمان أذر الشريف أهلاً بك يا شيخ أحمد الله يخليك يا رب يحرزك ويكرمك ويستورك يا رب يا رب الساتر والصحة وراحت البال يا رب لنا جميعاً يا رب نحن بنؤسس يا أستاذ دعاء نحن نؤسس يعني نؤسس الحمد لله وصل اللي ومسلم وبرك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله تم من لهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما عطيتنا اللهم أمين احنا بنؤسس ليه بنؤسس لأسر يكون فيها الاستقرار يكون فيها المودة يكون فيها الرحمة يكون فيها المحبة وإحنا بنؤسس لطريقة الاختيار في البداية احنا بنقول يا جماعة إزاي نختار عشان الأسر دي تستقيم بعد ذلك عشان ما ينفعش لنا أشوف المشاكل لإني في النهاية أنا بحاول بقدر الإمكان أحافظ على المجتمع بتاعي وأحافظ على المجتمع الكبير الأمة الإسلامية الكبيرة دي والمجتمع المصري مهم جدا بالنسبة لإني ده وطني من التفكك طب التفكك هيجي إزاي ما هو أسرة جنب أسرة جنب أسرة جنب أسرة جنب أسرة بينشأ المجتمع لما يحدث خلل في الأسرة دي مع الأسرة دي مع الأسرة دي هتلاقي فيه خلل فيه الأسس بتاعة المجتمع فإحنا مش عاوزين ده فإحنا بنحاول إحنا نعالج بنحاول إحنا نؤسس بننشئ أسر جديدة اللي عاوز يتجوز بنقوله تعالى أنت بتختار إزاي طيب الكلام ده وإحنا بنعلمه بيتاخد فيه دورات كتيرة جدا بس للأسف الشديد كتير من الناس لما بيروح بيتجوز ما عندوش أسس لاختيار وكل فاهم كده إذا جاءكم من ترضونا دينه وخلقه وخلاص لا عارف يعني إيه الدين ولا عارف يعني إيه الخلق وفي رواية إذا جاءكم من ترضونا دينه وأمانته إحنا كنا اتكلمنا على قضية الدين والخلق وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل ده معيار أساسي في الاختيار سواء للرجل أو للمرأة تنكح المرأة لأربع وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فاضطر بذات الدين تربت يدك وجه النبي عليه الصلاة والسلام في الراجل قال إذا جاءكم من ترضونا دينه وخلقه فزوجه النهاردة في معيار الدين اللي احنا بنتكلم عليه المعيار الديني اللي هو بعد الدين الأمانة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه دينه وأمانته الأمانة يا أستاذ دعاء مهمة جدا الأمانة دي اللي كتير من الناس ممكن ما تسألش عليها الأمانة في كل جانب من جوانب الحياة الأمانة في القول والأمانة في الفعل لما نرجع كده لسيد النبي عليه الصلاة والسلام هنلاقي سيد النبي عليه الصلاة والسلام لقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم جبتوا منين أنه هو سيد النبي أمين من قضية التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان صادق الحديث كان لين الجانب كان متواضع صلى الله عليه وآله وسلم كان أمينا في كلامه كان أمينا في فعله لم يكذب صلى الله عليه وآله وسلم لم يخن قط ببصره ولا بلسانه ولا بأي شيء من جوارحه عليه الصلاة والسلام وبالتالي فالنبي أمين صلى الله عليه وسلم أنا لما جاء أسأل أنا لازم أسأل عن الصفات ده الولد اللي أنا راح اللي جاي يخطب ده أو الراجل اللي جاي يخطب ده عاوز أعرف خلاص دينه مسلم ومشاء الله وبيصلي بس القضية مش قضية صلى مش قضية صلى ده إحنا يا جماعة سيدنا عمر بن الخطاب لما بيقول للراجل ده واحد زي الفل وجميل وحلو فالسيدنا عمر بن الخطاب قال هل عملت هل عملت سافرت معه هل 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 فقال له لا قال له مال تعرفه منين يعني أنت تعرفه منين ما أراك إلا أنك رأيته يرفع رأسه ويخفض بس وخلاص اللي هو بيصلي يعني اللي هو بيقول لك ده مقطع السجادة ده الراجل ده بيصلي يقول لك ما شاء الله ده بيصلي الصلاة الخمس ده حافظه القرآن يقول لك القرآن والإنجيل كمان يعني راجل زي الفل فسيدنا النبي بيقول لا مش بس كده الهدي الظاهري ده أنا عند الهدي الباطني منها الأمانة الأمانة في القول بيكذب ولا ما بيكذبش الأخلاق يعني أنه هو بيعمل العبادات والأخلاق دي بقى وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على نقطة مهمة جدا قضية الأمانة دي اللي هو فيه يا سيدة دعاء الأمانة في القول بيكذب ولا لا يكذب لما بيبقى فيه خلاف ما بينه وبيبقى أمين حتى في قضية العرض وبيقول لآخر معلش أنا اللي الظالم وأنت اللي مظلوم وحقك عليها عنده أمانة في دي ولا لا واللي هو بينتصر لنفسه دائما أصل الإنسان اللي بينتصر لنفسه دائما ده أنا خاف منه حييجي في الآخر لما يحصل خلاف ما بينه وبيبين مراته حينتصر لنفسه مش هينتصر لمراته أبدا حتى ولو كان هو الظالم فحيقول لها لأ أنت عملتي وانت عملتي وانت عملتي عارفة كما تقول المرأة للرجل ما رأيته منك خيرا قط هو هيقول لها وأنا عمري ما شفت مني خير قط أنا كل حياة شر معاك طيب يبقى أمينا في تعامله مع الناس طيب لما يكون في قضايا مالية الرجل ده بخيل ولا مش بخيل ساخي ولا مساخي عشان ما نجيش بعد كده نقول يا جماعة أصلي ده ما بدينش فلوس أصلي يا جماعة ده مزنقها علي أصلي يا جماعة حصلوا طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أحسنوا الاختيار